العلامة الكاملة في المؤجلات والأهل حضراتكم عارفين بتقريبا كل 72 ساعة وكل 48 ساعة عنده مباراة والمباراة الحقيقة تبقى مباراة لا تقبل القسم على 2 مباراة مباراة كؤوس نادي الأهل بيحاول بقدر الإمكان وكلنا عزيمة وإصرار أنه هو ينهي كل المؤجلات بإن شاء الله بإذن الله بالفوز ويعتلي صدارة الدوري الممتاز لأن الحقيقة الفترة اللي فاتت كان فيه ضغوط كثيرة جدا جدا ومباراة زي ما قلت لحضراتكم متتالية والحقيقة التعامل مع الظروف الزائدية محتاجة تعاون الجميع مش هتكلم على الجهاز الفاني واللعيوة لكن كمان نتكلم على الجماهير الجماهير الحقيقة اللي وراء النادي الأهلي في كل وقته وفي كل زمان وفي كل الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي الحقيقة الجماهير أكيد أكيد حد الوقت كلنا سعداء بالنتائج قد تكون بعض المباريات ما فيهاش الأداء المميز لكن في الحالة اللي احنا شغالين عليها وبالضغوط الكبيرة دلوقتي احنا محتاجين الثلاث نقاط بكل طريقة وده اللي بيحققه لحقيقة النادي الأهلي وبدأ خاصة يعني بعد عدم حدوث مبارات النادي الأهلي والزمان لك حقيقة النادي الأهلي عنده فترة فترة استغلالة بشكل جيد جدا أسبوع قدر يرجع فيها على المستوى الفني وعلى المستوى البدني في أعلى صوره بيحق نتائج مميزة حتى لشكل الأداء بقى مميز جدا المباراة الأخيرة أمام الداخلية وفوز بربعية قبلها كمان كان فوز بربعية أمام نادي طلاقي للجيش الحقيقة رغم الغيابات المستمرة شوية ورغم الظروف الصعبة لكن الإدارة الفنية مارس الكولر حقيقة ماشي بشكل جيد على مستوى الروتيشن اللي بيقدمه على مستوى عدد الدقاء لللاعبين على مستوى الديسبلين على مستوى كمان الالتزام حقيقة مباراة الداخلية كان فيها حاجات كتيرة جدا كويسة بتنهي المباراة قريبا من بدري بتحرز أربع أهداف فيه روتيشن جيد جدا بتدخل اللعيبة اللي ما خدتش عدد دقائق من المباراة بتدخلها بشكل جيد أليد يونج ريد أسليم بيخش كمان على المستوى الأداء الفني الحقيقة كان فيه شكل جيد للنادي الأهلي على مستوى على مستوى التهديف على مستوى التهديف هدفين إمام عشور هدفين لوسامة بوعالي الحقيقة اللي بيزبت أنه الحقيقة مهاجم جيد جدا 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 وما زال قدامه الكثير إن شاء الله يقدمه للنادي الأهلي لكن كمان على مستوى الأداء الأداء الجماعي بنشوف كمان يعني أداء في وسط الملعب على أعلى مستوى بنشوف الشكل الهجومي للنادي الأهلي ويمكن الملحوظة اللي بخدها شوية على هذه المباراة الفرص الكتيرة اللي بتديها يعني مباراة الدخلية الحقيقة كان النادي الأهلي قادر أنه يحرز أكتر كمان من 3-4 أهداف كانت ممكن نتيجة توصل 6-7 وده مهم جدا إنك في المباراة المباراة سهلة زي دي المباراة أنت مخلصها من بدري شوية تستغل الأمور دي وتحاول بقدر الإمكان تحقق أو كل فرصة تحاول إنها تجيبها جول لأن الحقيقة كان فرص كثيرة جدا أضحها النادي الأهلي ولكن خلينا نتكلم على بعض النقاط الإيجابية جدا بعض الناس بتتكلم يعني لو هدف الدوري مش موجود من النادي الأهلي ليه يعني الحقيقة دي ممكن الناس تشوفها من ناحية أنها نقطة صلبية ولكن الحقيقة هي نقطة إيجابية جدا كل لعبة النادي الأهلي الحقيقة بتهدف ما بقاش بس موضوع الراس حرب هو اللي جيب جون أو الخط الأمامي هو اللي جيب جون لا عندنا حسين الشحاد بيحرز عندنا إمام عشور بيسجل عندنا وسام بيسجل وعندنا عبدالقادر كان في وقت من الأوقات بيسجل يعني برسي تاولا ما كان بيلعب كان بيسجل يعني الحقيقة ده مهم جدا جدا يكون عندك عدد كبير من اللعيبة عمر السلية كان طبعا لما بيلعب كمان بيكون عنده فرص للتسجيل مهم النقطة دي جدا أنك هيكون عندك عدد كبير من اللعبين الخادرين على تسجيل الأهداف زي ما بقول عبدالقادر اللي قدامنا ده عاد بشكل جيد جدا فيه ارتفاع جيد في مستواه بنتكلم على حسين الشحاد ما شاء الله بنتكلم كمان على الناس اللي نزل البودلاء اللي نزلوا نقطة كمان مهمة جدا عملية عمر كمال عمر كمال عبدالواحد اللي في مركز الباكل الشمال والحقيقة لقطة الجون الرابع لو حتى الناس تجيبونا الجون الرابع ونشوفها مع بعض لقطة الحقيقة بتدل على الجماعية في الأداء يعني النتيجة خلاص المباراة زي ما شايفين كان المباراة خلاص ممتهية لكن الجون الرابع الحقيقة عجبني جدا يعني عمر كمال كان في موقف أنه سهل جدا قدام حضراتكم الجول فكان في موقف أنه سهل جدا يجيب جون ولكن الحقيقة لو هو هجيب بالنسبة 99% وشايف إمام عشور جنبه هجيب بنسبة أكبر فإدها الإمام عشور عشان يحرز الهدف الرابع للنادي الأهلي والتاني الإمام عشور دي نقطة الحقيقة نقطة إجابية جدا إنك كمان الكرة الجماعية بتتكلم على تيم بتتكلم على تيم وورك مش مهم من اللي يجيب جون المهم إن احنا نكسب المباراة زي ما بقولت حضراتكم كمان جملة رائعة جدا كمان إمام ما رحش للكرة عشان كان تسلل عمر بيحطها بشكل أكتر من رائع وإمام بيفنش الكرة بشكل جيد جدا جدا فالحقيقة كانت مباراة إجماليا مباراة جيدة جدا ريدا سليم كمان نزل آخر ربع ساعة عمل شكل كويس فمباراة الدخلية الحقيقة مباراة فنيا عالية على مستوى النادي الأهلي اللي اشتركوا بيقولوا إن إحنا موجودين وزي ما بقولك كمان اللي عجبني في الأمور إن الروتيشن اللي بيعمله كولر بجانب كمان بعد المباراة في المؤتمر الصحف الحقيقة تطرق لكذا نقطة مهمة جدا جدا اتكلم على إن الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي الأهلي ويتكلم إنه هو عملية التحضير عملية مهمة جدا جدا لكل مباراة لأن زي ما قلت لحضراتكم مباراة النادي الأهلي هي مباراة كؤوس لازم تكسب فيها فعملية التحضير مهمة جدا كولر اتكلم على الروتيشن وإنه اللعيبة اللي بتلعب لازم تاخد دقائق معينة من اللعب ولازم يكون عندنا عندنا روتيشن في الفريق لأن المباراة مضغوطة جدا وإنه هو بيتعامل مع الفريق الحقيقة بكل احترافية وبيتكلم على اللعيبة اللي بتلعب يقولك أنا عندي اللعيبة اللي بتلعب هي اللعيبة اللي بتأدي في التدريبات يعني أنا بشوف خلال التدريبات أنا اللي بقايم التدريبات ومن خلال تقييمي للتدريبات أنا بحط اللعيب اللي بيلعب وده شيء مهم جدا قد يكون قد يكون لسه في صقافة اللعيب المصري فيه لعيبة كده يعني على أيامنا بضع يعني كان فيه لعيبة يقولك أنا هقضي التمرين كده لكن في الماتش هعمل وحقسر الدنيا فيه رأي مدير فني بتقول ان زي ما بتتمرن هتلعب وزي ما هتلعب لازم تتمرن بمعنى ان الجدية والأداء القوي والتركيز والإصرار مش بس دي صفات لازم تكون موجودة في المباراة لا دي صفات لازم تكون موجودة في التدريبات علشان يكون ليك مكان في الفريق نقطة دي مهمة جدا يمكن عدد كده يعني مرور الكرام لكن انا بقف عندها لان الحقيقة لازم يكون دي صقافة اللعيب انا لما رحت المانيا يعنيش هبدي مثال كده كان عندي بعض الصقافة دي ان هو لا يعني انا ممكن اتمرن 80-90% لكن في الماتش انا هقسر الدنيا حقيقة لقد فألمانيا الدنيا مختلفة تماما بلاقي التدريب حقيق التدريب نسخة من المباراة على شكل التركيز على شكل الاسرار حتى لما بنعمل زي ما بقولوا كده تقسيمة ستة ضد ستة هتلاقي درب نار في التقسيمة تركيز على اعلى مستوى مفيش ان انا انا والجنو برقس الجنو مش عارف و بعملها بكعبي ده مش هتلاقيه كتير يعني دايما المدير الفني بيبص على عملية انك زي ما بتتمرن وحتلعب هو ده فهتتمرن كويس قوي في التدريب هتكون عندك تركيز التزام عندك اسرار عندك 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 فانت ليك اولوية انك تكون متواجد في الملها ومش معنى كده الناس اللي ما بتلعبش ما بتتمرنش كويس لكن عملية الروتيشن الحقيقة يعني كولر بيديرها بشكل اكتر من رائع ونتمنى ان شاء الله هذي المسير يعني انباعي خلاص بعد مباراة الداخلية النادي الاهلي بيحقق الانتصار رقم 11 على التوالي ومازال ان شاء الله بإذن الله عندنا مباراة يوم الاتنين امام طلاع الجيش ايضا من المباراة المهمة جدا جدا في مشوار النادي الاهلي والحقيقة نتمنى كل التوفيق الظروف صعبة جدا لكن النادي الاهلي ادهى وقدود النهاردة الحقيقة عندنا اتنين من الديوف الكبار جدا جدا الكابتن عادل تعيمة والكابتن احمد عادل هنتكلم فيه عن مشوار النادي الاهلي هنتكلم فيه عن ما يقدمه مارسل كولر هنتكلم على اللعيبة الروتيشن ايه المطلوب الفترة اللي جاية خاصة المباراة اللي جاية هي المباراة الاسعب عندك مارشيت مع فيراميدز قد تكون هي الفاصل في تحديد مصيرك في الدوري الممتاز لكن كلنا الحقيقة عندنا ثقة كبيرة جدا جدا الامور مش سهلة خلينا نتكلم بكل امانة يعني الدوري مش محسوم لغاية دلوقتي النادي الاهلي عشان برضو يكون الامور لكن احنا كجماهير وسيبورت وكلاعبين وقدريين ومجلس الدارة كلنا عندنا ثقة ان شاء الله باذن الله هنكون ابطال الدوري نسخة صعبة جدا بتمر على النادي الاهلي في الدوري المحلي نتيجة طبعا يعني الاشتراكات الافريقية الكتيرة والبطولات الكتيرة اللي خد النادي الاهلي مع تأجلات كثيرة جدا بتحط النادي الاهلي في هذا الموضوع لكن احنا قادرين ان شاء الله للفوز ببطولة الدوري النهاردة كمان على مستوى منتخب مصر الالومبي احنا طبعا زي ما بقول لحضراتكم كمان واحنا بنتكلم مع حضراتكم فيه بطولة كبيرة بطولة الامم اوروبا عشرين اربعة وعشرين في المانيا بتقام ولسه قيليني دلوقتي اني منتخب الاسباني احرز هدف مباراة الحقيقة مباراة يعني